10 أسباب تخليك تتعلم C-Sharp في 2021 C-Sharp لغة قرائطها بسيطة ومفهومة إلى حد كبير مقرنتاً باللغة التانية كتير فكونك مبرمج غالباً بتقضي وقت كتير بتحاول تقرأ كود سواء كود ده انت اللي كاتبه أو حتى من زمايلك أو حتى جايبه منها الانترنت فكون ان اللغة ببرمجة تكون مقرؤة فده بيسهل عليك شغل كتير جداً انت غالباً بتعمله بشكل يومي C-Sharp لغة مرنة وتعددة الاستخدامات باستخدام C-Sharp انت تقدر تطور برامج للدسكتوب أبليكيشنز باستخدام الويندوز فورمز أو ال WBF تقدر تطور برامج للموبايل باستخدام فريمورك الزامرن تقدر تطور طبعاً برامج للويب باستخدام ASP.NET Core أو الريزر بيجيس أو البلايزر تقدر تتخدم كمان C-Sharp ان انت تطور حاجات للAI أو المachine learning باستخدام ML.NET معك طبعاً الكلود أبليكيشنز باستخدام الأزور والجيمز باستخدام اليونيتي وغيرهم كتير C-Sharp هي لغة نقدر من عليها ان هي نطجة كفاية تطورت بشكل كبير جداً على مدار أكتر من 20 سنة C-Sharp أول ما ظهرت كان في سنة 2000 أو على مدار العشرين سنة اللي فاتت ماكشوفت تسمارت وتطورت فيها بشكل كبير تقريباً كل فترة بيكون في إصدار كبير للغة C-Sharp بيضيف لها قوة جديدة تخليها تقدر تنافس وسط اللغات اللي متواجدة حالية أول ما ظهرت C-Sharp كانت لغة مخصصة حصرية لمطوري ويندوز فقط لأن الفريمورك اللي شغل عليه هو ال .NET فريمورك كان مرتبط فقط بنظام تشغيل مايكروسوف ويندوز وده طبعاً كان زمان أحد سلبيات C-Sharp بس حلال ما هو مختلف تماماً لأنه تم إعادة تصميم .NET فريمورك عشان يشمل كل من اللينكس والماك وبكده C-Sharp قدرت توسع دائرة المستخدمين بشكل كبير ودلوقتي تقدر تشغل C-Sharp على أنظمة التشغيل متعددة بشكل ثلث الدكومنتيشن متاع C-Sharp مكتوب بشكل جيد فعلاً تقدر تلاقي شرح وافي إلى حد كبير من تطبيق لكل المفاهيم المشروحة على الموقع الدكومنتيشن الخاص بC-Sharp تقدر كبداية تروح على موقع مايكروسوفت ليرن وتحدد الهتنماتك أو الوظيفة اللي أنت حابب تشتغلها والموقع بشكل كبير هيساعدك أن تتحسن مستواك في المواضيع اللي اخترتها اتكمالاً لنقطة شعبية ونطق لغة C-Sharp هتلاقي المجتمع بتاع C-Sharp على الانترنت كبير جداً سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية ده هيساعدك تتعلم أو تلاقي المشاكل اللي هتقابلك وانت بتشتغل حلول بطريقة سهلة لأن على مدار السنين اللي فاتت أكيد أكتر من حد مر مشكلتك وحاول يعلها عشر المواقع اللي ممكن تزورها مثلاً C-Sharp Corner, Stack Overflow أو C-Sharp Forum.net وغيرهم كتير وكمان على الفيسبوك واليوتيوب وسابردت هتلاقي جروبات كتيرة جداً تقدر تستفيد منها C-Sharp تشتغل على المتصفح بشكل مباشر باستخدام تجنية البلايزر تقدر تعمل run لC-Sharp بكود جوه البراوزر أو المتصفح مثل JavaScript بالزبط ويعتبر البلايزر هو آخر التحديثات أو الإضافات اللي مايكروسوفت ضفتها للتكنولوجيز بتاعتها منية مايكروسوفت أنها تستبدل JavaScript بالبلايزر اللي بيستخدم الWeb Assembly بحلقتين جاح ولا لا؟ هنشوف في السنين المقبلة C-Sharp لغة برمجة سريعة يمكن في بداية ظهور C-Sharp ما كانش بالسرعة الكافية أننا نقول عليها أنها لغة برمجة سريعة بس بعد سنين وسنين من التطوير والإضافات اللي تم إضافتها عليها عشان تساعد المبرمجين على تحسين أداء برامجهم نقدر نقول بثقة أن C-Sharp لغة برمجة سريعة واحدة من أهم نقطة استخدام C-Sharp هي توفر مجموعة كبيرة من الأدوات القوية اللي بتساعد المبرمجين على تطوير برامج بشكل أفضل بداية من IDE Microsoft اللي هو الفيديو ستوديو اللي في رأييه يعتبر من أقوى البيئات المستخدمة في تطوير البرامج طول قوية جداً وغنية بالأدوات زي تيستين والديبوجين والبرفورمنس أناليزيس فيرجن كونترول ديبويمنت وحاجات تانية كتير بطير استخدم الفيديو ستوديو بشكل مجاني بدون نفع أي مقابل طيب آخر نقطة هنذكرها بقى وهي تقريباً تعتبر أهم نقطة للبعض وهتعبر قد إيه C-Sharp لغاية كوية سواء أنت بتدور على وظيفة في الوطن العربي أو أوروبا أو حتى أمريكا فالوظائف اللي بتتطلب مبرمجين باستخدام اللغة C-Sharp كتير جداً تقدر تفتح أي موقع بحث عن وظائف وتشوف عدد الوظائف المطلوبة بس طبعاً مش مجرد C-Sharp C-Sharp هي طول من ضمن طولز كتير جداً المفروض تتعلمها عشان تقدر تلاقي وظيفة بشكل زريع